لا أريد أن أقول أن لا تخافون الخوف مفطور الإنسان عليه إنسان مفطور على الخوف ويخاف على نفسه يخاف على العياله يخاف على مستقبله هذا أمر طبيعي جدا لكن أيضا لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه كل شيء يعطي حجمه ويسا لا تزيد يعني لحين نخاف من مرض كورونا مثلا الفيروس هذا هذا أمر طبيعي لكن أيضا ليش ما نخاف هو خوف نحن كمسلمين يجب أن يكون ليس من المرض أو من كورونا نفسه خوف ما بعد كورونا نحن نعرف يقينا أن هذه الحياة الدنيا ممر وأن المقر هي الآخرة طيب وهذا ممر مجرد ممر نمر فيه طيب إيه الآخرة أنا أمس ميت واليوم حييت كل يوم كلنا كل يوم نموت كل يوم الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها أنا لأيت حطيت رأسي على الفراش حين لا طلعت من عندكم حطيت رأسي على الفراش أقول باسمك اللهم أموت وأحيا صحيح ولقمت بالنوم أقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا فإحنا كل يوم قاعد نموت صحيح وكل يوم قاعد نحية فكورونا ما رح يغير شيء بالفعل عرفت فحنا نموت كل يوم وبفضل الله نحية فكورونا هو قد يكون سبباً للموت نعم لكن لا نعطي أكبر حجمة أن نخاف منك ثم نخاف من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون خوف المؤمن من الله سبحانه وتعالى وهذه الأسباب المسلم يتعامل معها تعامل كأسباب هي لا تضر بذاتها وإنما هي أسباب يجعلها الله تبارك وتعالى لما يريده من قضاء وقدر سبحانه وتعالى فهكذا يجب أن نتعامل معها الإنسان بطبيعتي حتى أيضا مثل ما تفضلت قلت قبل شوي نعم الإنسان خلقه هلوعة صحيح إذا مسه الشر الجزوعة بالفعل وإذا مسه الخلال هذه طبيعة الإنسان لكن أنا كمسلم يجب أني أرتقي أصير أكبر من هذا الشيء أني ما أصير إذا قال إلا المصلي استثناء المصلي صحيح والإنسان إذا ذكر بالقرآن عادة يذكر على الذنب كيف؟ يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر الأصل الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صحيح فدائما الأصل في الإنسان إنه في خسر إذا ذكر الإنسان مذموم نعم إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر الجزوعة إلا المصلي فهذه ميزة الإسلام الإنسان إذا أسلم وآمن بالله تبارك وتعالى وأيقن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأن الله كتب مقادر الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نعم طيب وأن الله تقال ما أصال مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم خلاص يتعامل مع الأمو بالتعامل الصحيح